وفي نشرة سابقة أكد سعادة السيد عبدالله الدوسري عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب ورياضة في المجلس أن الأرقام التي سجلتها النسخة الثالثة من الجائزة جعلت منها أكثر قوة واهتماما من قبل المجتمع الدولي تأتي جائزة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حظو الله ورعاه والتي طبعا حملت رؤية وحققت جميع الأهداف السبع طعش لدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأيضا كان هناك تركيز على الملف الشبابي التنموي في جميع الخطابات الملكية السامية لدعم الشباب وتمكينهم وأيضا طبعا ينار هذا الملف اهتمام كبير لدى الحكومة المؤقرة وهناك تركيز في محور الشباب في برنامج عمل الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حظو الله ورعاه وطبعا أيضا هناك مبادرات كثيرة بسمو الشيخ ناصر بن حمد في دعم الشباب من خلال برامج عديدة وكثيرة وأيضا رئاسة لصندوق الأمل الذي أتى ليؤكد أهداف تمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي وبفضل الله يعني وفضل الاهتمام الكبير الذي تلقى من قبل القيادة الرشيدة تواصل الدهزة التطور من حيث طبعا الحجم والانتشار ووصلت النسخة الثالثة لهذا العام إلى أكثر من مئة دولة واستقبلت أكثر من أربعة تلاف تغريبا طلبا الأمر الذي جعل طبعا أكثر تأثيرا وقوة واهتماما من المجتمع الدولي ويجعل أنظار العالم تتجه لمملكة البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة